أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله يحفظ العباد والمشركون يعبدون غيره يقول الله تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يقلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولقد استهزئ برسلا من قبلك يا محمد صلى الله على محمد فحاق أي أحاط ونزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون من جملة الاستهزاء السخرية بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله والتكذيب للحق الذي أنزله الله على رسوله فهذا التكذيب إما أن يكون باللسان والفعل وإما أن يكون بالفعل باللسان والفعل من الكفرة الذين يتبجحون بكفرهم والتكذيب والاستهزاء بالفعل أي ظاهرهم يقرون بأنهم يؤمنون بالله وكذا ولكنهم لا يطيعون الله ويستهزئون بما أخبر به الله تبارك وتعالى ويقفون في وجه الإسلام والمسلمين فربنا تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء الصنف من الناس ويقول لهم قل يا محمد صلى الله على محمد ويا من تدعو إلى الله بعد محمد قل لهؤلاء المستعجلين بالعذاب استهزاء عذاب يوم القيامة يقولوا يا الله خلي عزمنا الله يقولون هذا بلسانهم أو بفعلهم لأنهم يخالفون أمر الله ويؤذون المؤمنين والمؤمنات ويؤذون رسل الله ويزعمون أنهم مؤمنين بأله فيستعجلون بالعذاب استهزاءا وإنكارا له يقول الله لهم قل لهم من يكلأكم الكلاءة الحفظ يعني من يحفظكم ويحرسكم بالليل والنهار من يحرسكم ويحفظكم بالليل إذا نمتم ومن يحرسكم ويحفظكم بالنهار إذا انصرفتم إلى أعمالكم إذا استعجلوا الأسباب والمسببات التي تتصلون فيها إلى أرزاقكم وطعامكم وشرابكم ومتاعكم من يحفظكم قد ما يتصور الإنسان شو يحفظه بالليل ألا تعلم أيها الإنسان أن منامك عندما تنام الله تبارك وتعالى هو الذي يجعلك تنام أما تعلم أن بعض الناس يذهبون إلى الطبيب ويشكون له أنهم لا يستطيعون أن يناموا يقول له يا دكتور رأسي أحس أنه يتكسر يتحطم أنام غريبة ما يستطيع أنام طول الليل لماذا؟ قل له خذ الحبات مسكنة مهدئة مخدرة فيتخدر تتخدر الأعصاب ولكن هذا ليس نوما النوم الصحيح الذي يقبط فيه نفسا يقبط فيه الله نفس الإنسان قال تعالى هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فالذي ينام نوما طبيعيا لقدرة الله يخرج منه ربنا هذه الروح خروجا جزئيا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته عندما بيّن لهم الموت والمسؤولية في أوائل عهد المكي قال هو الذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتستيقظن ولتوعثن كما تستيقظون وإنها لا الجنة أبدا أو النار أبدا فالنوم هو قبض الروح قبض جزئي وتبقى إشعاعاتها في الجسم ولذلك إذا أراد الله قبض الإنسان في النوم ثم قبض روحه فلم يعدها مات كنا نتصل مع جماعة قالوا فلان ماتت من الأقارب نعرفها أقارب الجدود قال أتعلم كيف ماتت قلنا لا ما نعلم كيف ماتت بعيدة عن مئات كيلومترات كيف أن أعلم قال نامت فلم تستيقظ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ما برجع الروحه موت بدفنه ويرسل الأخرى رجع للروح ورجع بكم إذن الله تبارك وتعالى يحفظك عند النوم وأنت لا تملك رد أي سوء وشر عنك وهناك أرواح الجن والشياطين وغيرها من الكائنات الحية التي لا يعلم بها إلا الله من الذي يحفظك من الأذى من هذه الكائنات كلها الله هل تستطيع أن تقول غير الله يحمي لا هذه المرأة نامت ولا تستيقظ من يكلأكم بالليل إذا نمتم والنهار بالنهار قد يعني يجد الإنسان والله في أشياء في أفاعيف في وحوش في ضباع في كذا خلقها الله من يكلأكم الله جعل هذه الكائنات كلها تخاف من الإنسان مع أن قواها وأنيابها وقفارها ومخالبها أفضع بكثير من الإنسان ولكن الله يمنع الإنسان منها فيحفظ الإنسان من هذه الكائنات وربما تقول من منع الله لهذه الكائنات أن تؤثر على الإنسان أن عطى الإنسان عطى الله الإنسان العقل فيستخدم أسلحة معينة وتصرفات معينة يتخلص منها من هذه الأشياء المؤذية فهذا الحفظ من الله الذي أعطاه إياه وعلمه إياه من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل إضراب لا يتذكرون الله يتذكر المخلوق المخلوق الآخر ولا يتذكر ربه الذي خلق الجميمة يتذكر أنه الأسباب ومسببات عمل كذا فارتفع عنه هذا الضر وابتعد عنه هذا الضر ولكن لا يتذكر أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات وهو الذي أعطى كل شيء خلقه فهذا فحجب الأضرار عن الإنسان بأساليب كثيرة من جملتها الملائكة خلق الله ملائكة حفظة للإنسان يحفظونه من أمر الله فإذا قدر الله عليه شيئا انتنع الحفظة عن حفظه فأصابه هذا القدر فالله هو الذي يحفظكم لماذا تنسون الله وتذكرون الأسباب أو تذكرون المخلوقات وتربطون الأشياء بغير الله والله تبارك وتعالى كما قال وهو الذي يسيركم في البر والبحر وقال هنا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن لا تنسوا الرحمن فهو الرحمن ولذلك سخر كل شيء لكم ومنع عنكم كل ضرر وأذى وحفظكم من كل شر وسوء أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون الآلهة أيها الإخوة المعبودات الإله المعبود المطاع والإنسان إما أن يعبد المخلوق البشري أو الحيواني ومن وراء هذا الحيوان معبودات بشرية أو شيطانية وساوس وأشياء تسلط بها الإنسان على الإنسان أو يقدس حجراً ومن وراء هذا الحجر معبودات بشرية تتسلط على الإنسان وتستحوذ عليه باسم قداسة هذا الحجر وأنها حامية الحمى الأصنام وأنها وأنها فيقضع الإنسان للإنسان ويترك طاعة ربه فاعتبر الله تبارك وتعالى تقديسه الحجر تقديسه لآلهة غير الله لأن من وراء هذا الحجر آلهة من البشر تعبد وتشجع الناس منذ آلاف السنين أو مئات السنين على تقديس هذا الحجر من أجل أن تسلط عليهم المتسلط ثم ابنه ثم ابنه إلى آخره أو غير منه إذن العبودية لغير الله جاءت الأديان السماوية لتحرير الإنسان من العبودية لغير الله من تسلط الإنسان عليه سواء كان تسلط مباشر من البشر أو تسلط غير مباشر عن طريق تقديس الحجر أو الشمس أو القمر أو البقر أو غير ذلك فربنا يقول هل آلهتهم هذه المعبودات سواء كانت بشرية أو حجرية تمنعهم من دوننا تخلصهم من الله إذا جاء الموت جاء ملك الموت ليأخذ الإنسان أو مخلوق آلهته التي يقدسه ويعودت تخلصه وتنقذه لا لا يستطيعون هذه الآلهة نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ولا هم منا يصحبون أي آلهتهم مزعومة لا تستطيعوا أن تنصر من عبدوهم ولا هم بمصحوبين من النصر لاحظوا الآن الآلهة المتسلطة بالسلاح ما يسمى بعرف الناس اليوم حكم العسكر آل يا دون أو التحرير هنا التحرير الصواب والصواب الصحيح ما فعله أطفال وفعلوه في سنة 80 أيضا الأطفال أطفال الجنوب عندما سجلوا على الحيطان وحدة حرية اشتراكية ووضعوا نقطة فوق حرية فوق الحق قامت البنيا ولم تقعد أزعجوا الآلهة هذا إله مقدس لا يمسوا السوء ولكن في حقيقته كما كتب الأولاد وسيله شعار الشعار مثل الأصنام السابقين شعار مقدس من ورائه تسلط المجرمين على البشر شبه تحتمه ناقوية التعذيب وهذا يسمونه حرية هاي من الحرية قليل يزو الله تعالى فهذه الآلهة عندما يصيبها الشر الآلهة التي تقتل ويفتخر أنه عندنا الأرض نحن عندنا السماء في الطيران السماء لله يا مجرم يا عدو الله إذا كان تسلط علينا وتسلط على طائراتنا التي اشتريت لها بأموالنا ومن لقمة أولادنا فتقتلنا فيها وتظن أنك رتفعت إلى السماء لا وصلت للحضيد عندما يأتيك الموت من يصحبك لينقذك بعد الموت سيأتيك عذاب الله تبارك وتعالى غدوة وعشية القرآن يشير إلى عذاب القبر النار يعرضون عليها الفرعون والفراعين من بعدهم مثل الفراعين في القرر العشرين حكام العسكريين النار يعرضون عليها غدوة وعشية هذا دليل من القرآن على أن القبر في عذاب من الصباح إلى المساء يعرض على النار في قبره هذا في القبر الدليل عنه في القبر قال تعالى بعدها ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب عندما يدخل هؤلاء المعبودين أشد العذاب من الذي يصحبهم لإنقاذهم طبعا هم إذا سمعوا كلامنا لا يصدقون لا هم ولا عبادهم من الحيوانات الخنازير الذين لا يفقهون لا يؤمنون مالش سيرون ذلك بعينهم سيرون بذلك بعينهم لأنهم ما رأوا ذلك بقلبهم ولا عقلهم لو كان عندهم قلب ولكن قلوبهم لا يفقهون بها لو كان عندهم عقل لا يعقلون بها إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لا يفقهون لأنهم لا يعلمون لماذا يعيشون الآن بعضهم يصطفوا مع الطغاة الظلمة سواء سموا حالهم إسلام ودولة إسلامية أو دولة كافرة أو ما سموا حالهم شيء وانزعجوا إذا واحد قال لهم كفار لماذا يقتلون الناس هل خلقهم الله لذلك إذا كانوا يؤمنون بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فليقرأوا هل يوجد شيء يأمرهم الله فيه بقتل المؤمنين وترك المجرمين لا يجدون هذا ولكنهم لا يطيعون الله إنما يطيعون أهواء أشخاص سبقوهم قالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ما ليش طيعوهم سترون بعينكم ما حل يحل بكم في جهنم وبئس المصير ولياذ بالله تعالى فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فلا تؤمنوا الحياة الدنيا ماضية والله تبارك وتعالى يمتعكم قليلا قال تعالى بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها متعنا هؤلاء يخبرنا الله تبارك وتعالى عن السبب الذي غرى المشركين الذين يتسلطون على البشر أو يخضعون لسلطان المعبودات من البشر أو من الحجر ماذا غرهم غرهم وحملهم على ذلك أن الله متعهم في الحياة تركهم يعيشوا تركهم يتلززوا يتنعموا ويصلون على شهواتهم ويظنون أن هذا ممتغى ما يريدون وحصلوا كل شيء أم يحصلوا شيء والله لو يستعملوا عقل وقلب ويفهموا ماذا حصلوا من الدنيا أي زعيم وأي رئيس منذ أن استلم العظمة والسيادة والقوة والقدرة وكذا وخضع له الناس بسمهم جيش عسكر وتسلط فيه على الآخرين يتفكر عندما سيأتيه ملك الموت وهو لا يدري متى غدا بعد أسبوع بعد خمسين سنة سيأتي ملك الموت ماذا حصل ماذا حصل ماذا بقي له أنا أقول لكم ماذا بقي في أناس يموتون والسماوات والأرض تدعو لهم بعض الفقراء يا إخواني عندما يموت ما هو فقيرك يدعو الله لهذا الإنسان الجيد الذي مات يقول اللهم ارحمه اللهم اعطي منزلته اللهم عوضنا عنه بغيره وبعض الناس عندما يموت تقول الحمد لله يا منتقم يا الله أنقذتنا من هذا الطغيان فليفكر هؤلاء الطغاة الذين اعتزوا بالبندقية ليقتلوا عباد الله لينتبهوا ويروا ما لا يحصلون من الدنيا وماذا تقول أفواه البشر الآن في داخل بيوتها أو تحت أنقاض طائراته التي دفنتهم وهم أحياء قبل أن يموتوا ماذا يقولون ماذا يقولون هذا الذي يبقى لهم من الدنيا وسيزيد عذابهم في الآخرة لأنهم أشد طغيانا من أي كافر آخر قال اياذ بالله تعالى فهؤلاء المعبودين الذين يطيعونهم يطيعونهم كثير من البشر ويقولوا ليش إيش فينا نحن لماذا يثور ليش الناس قالوا ما بدها سائرة لماذا تسور هؤلاء لا يفهمون لماذا يسورون هؤلاء كالحمار الذي يركبه صاحبه فلماذا يثور الحمار خلقه الله وزلله للإنسان بس أنت يا إنسان خلقك الله إنسان لا لتكون حمارا لفلان يقول لك اقتل اقتل تقتل عباد الله فأنت مشترك معه في الجريمة أنت وإلهك الذي تعبده لا يستطيع أن يصحب من العذاب فأنت وإياه ستعذبون وإن كان عذابه أكبر ولكن ستزوق العذاب الأدنى بالقتل أو التعذيب أو الموت ثم تذوق العذاب الأكبر في المستقبل في الآخرة فأنت لا تغتر بأن الله أعطاك وصلت إلى بعض المتابة وصلت إلى كثير من الأموال الحكام العسكريون يا إخواني الذين يتحكمون بنا كانوا من فقرهم يلمون أعقاب الشجائر حتى يشرب سيجارة نهبوا خيرات البلاد وهم الآن عندهم في أوروبا الأشياء الكثيرة الكثيرة من أموالنا ويزعمون أنهم اشتراكية هي اشتراكية هذه اشتراكية في التسلط على الناس وأكل أموال الناس بالباطل أولئي ذب الله تعالى فهؤلاء طال عليهم العمر أعطاهم الله إمهالا استدراجا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون حتى يثبت إجرامهم بشكل لا يستطيع أن يدافع عنهم فيه مخلوق فإذا ثبت إجرامهم أخذهم الله أخذ عزيز المقتدر وبدأ الله بأخذهم قبل أن ينزل بهم العذاب الشديد يقول الله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ما معنى هذا الكلام الله يقول نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ابن عباس رضي الله عنه أولم يروا أن نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض ننقصها من أطرافها هؤلاء الطغاة يقتلون ويقتلون ويقتلون ألا يرون أنه بلد بعد بلد أدلب تحررت حلب أكثر هنا كذا هنا كذا هذا معنى قولي تعالى أفلا يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها نأخذ منهم الأرض شيئا فشيئا وأكثر من الأرض هؤلاء المشركون المجرمون ألا يرون أن كثيرا من أشرافهم ينقصون هؤلاء الذين يأتون الروافض الذي يأتون من الشرق من العراق أو من إيران أولا يرون أن ضباطهم وقياداتهم يقتلون عندنا فينقص من أشرافهم ورجالهم بالقتل أو بالأسر ونقلص من نفوذ المشركين الذين يشتكون مع الله طاعة غيره أود أن ألفت النظر هنا إلى ناحية قد يظن بعض الجهل من الذين يطيعون هؤلاء المجرمين الروافض الذين يعتقدون أن نتاه الأمين كان دي نزل رسالة على علي نزل على محمد شوف السخافة جبريل ما أعرف الفرق بين واحد أمر عشر سنين وواحد أمر أربعين سنين ويزعمون الصحابة كلهم كفار طيب ديننا جاءنا من الصحابة إذا كان الصحابة كفار ماذا جاء لهم من الدين دين الكفر مراتهم عندهم أولا يرون أن الله ينقص من هؤلاء المشركين وينقص من أرضهم شيئا فشيئا فيبسط عليها نفوذ المؤمنين أرضا بعد أرض وأما يرون أن الله يصيب من المشركين بالبلاء والقتل وتنزل بهم قارعة وما تنزلهم بلايا أما يعتبرون ماهلش وصروا على ضلالكم وباطلكم حتى يأتيكم ملك الموت فينزل العذاب الأبدي الكامل وليزم الله تعالى ولذلك أشار الله بآية أخرى في قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة يعني مصيبة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف المعاد لأنهم لا يعتبرون ويستمرون على ضلالهم أفهم الغاربون لا ما غلب قل إنما أنذركم بالوحي ليس عندي شيء من عندي أخوفكم به ولكن أنذركم بالوحي بالقرآن الذي أنزله الله ولا يسمع الصم الدعاء إنسان أصم تقرأ عليه آيات الله تذكره بمعاني آية الله ما بيسمعها تذكره بشيء من الشهوات مثل الخاروف حط له الحشيش أمامه بركض الحمار بشوف الحمار البيضة بركض ماذا يكون بعد ذلك لا يدري فهؤلاء أيضا عندما تذكرهم بالقرآن لا يسمعون لأنهم أصماء صموا عاذانهم عن الحق فلا يسمعون دعاءك ولا نداءك إذا أنذرتهم وخوفتهم عذاب الله لا ينتبهون إليك ولكن إذا خوفتهم عذاب مخلوق من طواغيث الأرض خاف طبعا كلنا من خاف من عذاب طواغيث الأرض الفراعنة ولكن ينبغي أن يكون خوفون من الله أشد ونفقه أن عذاب المخلوق يزول ولكن عذاب الخالق بالنسبة لمن ظلم نفسه بالشرك أو بالكفر لن يزول إنما هي نار مؤبدة مستعرة نسأل الله أن يبعدنا عن الشر ويقربنا من الخير ويهدينا صراطا مستقيما والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة